خلال السنوات الماضية شهد العراق تكرار حوادث الهروب من السجون بعد أن كانت لا تسجل أو تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة لتثير تلك الحوادث القلق وتدعو إلى مراجعة شاملة ودقيقة لواقع السجون العراقية أبرز تلك الحوادث سجلت في آب 2019 عندما هرب 15 سجينا من مركز شرطة القناة ببغداد كذلك في شهر آيار من العام 2021 عندما هرب 21 نزيلا من سجن مخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب في ناحية الهلال التابعة لمحافظة المثنى كذلك هروب متهم خطير من أحد السجون البصرة في 2024 على ما يبدو أن الهروب من السجون العراقية بحسب مراقبين يتوقف على هوية المدان ونفوذه وقدرته في التأثير بالقائمين على سجنه إذ أن أغلب حوادث الهروب جاءت لسجناء بتهم سرقة أو اختلاس المال العام أو جرائم حيازة المخدرات والمتاجرة بها وغيرها من الجرائم لكن إلى ماذا تحتاج السجون العراقية؟ يؤكد مختصون أن أغلب السجون ما تزال تعتمد على أساليب بدائية في التعامل مع السجناء ومراقبتهم في وقت أن الكثير من دول العالم أخذت تعتمد أنظمة متطورة في مراقبة السجون وقوة خاصة في متابعة النزلاء وتحليل تصرفاتهم للتعامل مع أي طارق ليس هذا فحسب بل تعلو المطالب بضرورة فصل السجناء حسب التهم الموجهة إليهم وأن تكون القوات المسؤولة عنهم مجهزة ومدربة للتعامل مع أي طارق فضلا عن اتخاذ أقصى العقوبات بحق الجهة التي وقعت في وقت سيطرتها قروب سجناء لمنع تكرار تلك الحوادث في المستقبل ترجمة نانسي قنقر